فرق الإكليم لر أقاليم مختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس الثالث والثمانين من دروس تعلم لغة تركية للأجانب المستوى المبتدئ الثاني يابان جلال ريشين تركيا إسطنبول كتابه نحن الآن مع درس الاستماع الأول من الوحدة الخامسة عنوانه إقليم لر أقاليم مختلفة فرق الإكليم لر نتحدث فيه عن الطقس في تايلاند وعن الطقس في مورولستان وعن الطقس في النرويج وعن الطقس في تركيا وعن الطقس في مالي في هذه الدول الخامسة أولاً نقرأ أو أولاً نستمع إلى النص بالتركية هذا هو النص أولاً نستمع إلى النص باللغة التركية فقط ثم نحاول أن نحل أسئلته وتستعينون على حل الأسئلة إن أحببتم بالنص الموجود في مربع الوصف أو بعادة الاستماع مرة أخرى ثم نقرأ النص الاستماعي ونترجمه ثم نقول إلى اللقاء فهي بنا إلى قرأت النص أولاً نستمع إلى vaisчесته Russia Norveç Norveç çok soğuktur. Norveç'te çok kar yağar. Kış mevsimi uzun olur. Türkiye Türkiye'de 4 mevsim yaşanır. Türkiye'nin uç tarafı denizlerle çevrilidir. Türkiye'nin orta ve doğu bölgesi kış aylarında çok soğuk, yaz aylarında çok sıcak olur. Diğer bölgelerinde ılıman bir iklim vardır. Mali Mali çok sıcaktır. Mali'de yağmur az yağar. Hiçbir zaman kar yağmaz. Kırak bir iklimi vardır. Mali'de bir çöl vardır. Ve burada hiç yağmur yağmaz. Ve hâkada nekunu, kad inteheyna, minel istimâ, nâti l'an lihâl. At-tamarîn Yaqullu lana, matnidin liyelim, boşlukları dolduralım. Linemle, afwan, linastamai ilan nas, ve linemle, al-faragat. Al-fat hâkada, la'allahu sâgîr. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu, haki vay, vakit. Ve bu, tığlandır. Menmana bu, tığlandır. BG. Esizden, tığlandır. Tığlandır. Ve çöl'de. National vasının tığlandır. Ve taily氏ir, may'rese. Ve hâkada da yaratlar. Muhtar, faalıyorum, yada. Hazirandan ikim akadar tropik. Yağmurlar. Tığtıl. ما معنا تغطول نكتبه هنا قصم شباط في شهر تشرين الثاني وفي شهر شباط سرين جاتر هذه الأشهر تكون سرين يعني باردة دافئة سرين البارد المائل إلى الدفئ نكمل عفوا الدافئ المائل إلى البرودة نكمل أين كنا هنا سرين جاتر نعم مارت نيسان مايس آي لر شوك سجاك إذن هذه الأشهر تكون حارة جدا إنسان لر كذا إنجا يزلق قيافت لر يرتدون الناس يرتدون في الفراغ هذا ألبس صيفية ورقيقة ماذا نضع في الفراغ؟ طيب تستطيعون أن تعيدوا نص الاستماع مرة أخرى من خلال إرجاع الفيديو إلى البداية وتستطيعون النظر إلى نص الكلام الذي نص الاستماع موجود في مربع الوسط موليستان اسم بلد موليستان أزياش إذن تمطر أمطار قليلة يزن شوك سجاك في الصيف تكون حارة جدا كشن شوك سوك في الشتاء تكون باردة جدا شوك سوك ألور تكون باردة جدا كشن نهير لر وغل لر تتجمد إذن شتاء الأنهار والبحيرة تتجمد ما معنى تتجمد؟ تشبه كلمة دوندرمة دوندرمة كلمة تركية معناها المجمد أو هكذا طيب موليستان دا كذا وتوز إذن في موليستان توجد عواصف توجد عواصف غبارية والرملية نضع هنا كلمة رمل ما معنى رمل؟ طيب الآن النرويج نرويج شوك كذا النرويج باردة جدا ما معنى باردة نضعه هنا نرويج تتشكر في النرويج يحطل فلش كثير كش موسمي موسم الشتاء كيف يكون في النرويج؟ نعم تركيا تركيا دا دورت موسم إذن تحدث أربع مواسم في تركيا أو تعاشوا أربع مواسم في تركيا ما معنى كلمة تعاش نضعوها في الفراغ تركيا'nin uch tarafı denizlerle محاطن إذن أطراف تركيا الثلاثة تركيا'nin uch tarafı denizlerle بالبحار محاطن ما معنى محاطن؟ هي نضعوها في الفراغ تركيا'nin uch tarafı denizlerle belgesi kış aylarında çok soğuk كذا eleman يحدث يكون هناك يحدث يعاشوا اقليم معتدل ما معنى معتدل نضعوه في الفراغ الآن مالي مالي çok sejecter حر جدا مالي دا يامور as يمطر إذن المطر يهطل بشكل قليل في مالي نعم زمان نعم car إذن على الإطلاق لا ينزل الثلج bir iklimi vardır لها إقليم جاف ما معنى إقليم جاف نضعوها في الفراغ مالي دا bir iklimi vardır هناك صحراء في مالي وبرياء على الإطلاق لا تهطر المطر هنا نضع على الإطلاق هنا نضع لا يهطر المطر نعم هذا هو نص الاستماع نرجع الآن إلى قراءة نص الاستماع ثم نقرأ نص اليازمة والكونشمالي أنه كل واحد منهم نصب سطر ثم ماذا نفعل ثم ينتهي الدرس إذن الآن سنذهب إلى قراءة النص طبعا الآن قرأنا الأسئلة نستطيع أن نجيب لعنى الأسئلة من خلال النص الذي سنترجمه الآن وقد قرأناه في بداية الدرس فهي بنا إلى النص في الصفحة السابعة والتسعين هذه أربعة وتسعين سبعة وتسعين هنا النص سيفتح الآن نعم النص هو هذا نبدأ تايلاند تايلاند سجاك ونملي در تايلاند هي حارة ورطيبة نملي رطيبة هزيران دان إكما كدر من شهر هزيران إلى شهر تشرين الأول تروبيكيا موريار تحت الأمطار نقول لها أمطار استوائية يعني قريبة من خطة الاستواء أمطار صيفية طيب نكمل نعم كسيم شبات سرين جدد من شهر تشرين الثاني وشبات يمضي سرين يعني باردون دافئ سرين هو الحر البارد يعني الحار فيه برودة مارت نيسان مايس آيالار جوك سجاك أولور هذه الأشهر شهر مارت آزار وشهر مايس مايس هو أيار نيسان نيسان أيضا هذه الأشهر تكون حارة إذن شهر آزار وأيار ونيسان تكون حارة أنا الأشهر لم أحفظها إلى الآن لأن قدرتي على الحفظ ضائفة نعم لذلك كتبتها قربي وأقرأها وأقولها طيب إنسان لار جنالك لا إنجا يزلق يا فتلار جيار إنسان لار جنالك لا الناس بشكل عام جنالك لا إنجا يزلق يا فتلار ألبس إنجا رقيقة يزلق صيفية جيار يرتدون ألبس صيفية رقيقة أنا حافظتي ضعيفة جدا خصوصا للأشهر لا أحفظها لذلك أحفظها بالأقرأ الشهر الأول الشهر الثاني الرابع الخامس وهكذا لكن كل شهر ما هو اسمه لا بالعربية ولا بالتركية ليست موجودة نعم لكن لو أراد الإنسان لحفظ مولستان الآن أقليم مولستان مولستان أز ياش ألر إذن أز ياش ألر يأخذ أمطارا قليلة يزن چوك سجاك صيفا حار جدا كشن چوك سوك ألر وشتاء يكون بارد جدا كشن شتاء أبتناس عاصفة رملية الآن نأتي إلى النرويج نرويج نرويج عفوا نرويج بارد جدا نرويج يغطل الثلج بكثرة في النرويج كش مبسمي أزن ألر موسم الشتاء يكون طويلا الآن نأتي إلى تركيا تركيا ده دورت مبسم ياشنر تحدث في تركيا أو نعيش في تركيا أربع مواصم أو ماذا نقول بالعربية في كلمة ياشنر هنا في تركيا هناك أربعة مواصم تحدث المواصم الأربعة في تركيا طيب تعيش تركيا المواصم الأربعة هنا قال تعاش المواصم الأربعة في تركيا تركيا نن أشطرف دنزلر لا تشافري لدر تركيا نن أشطرف ثلاثة أطراف من تركيا من حدودها دنزلر لا تشافري لدر محاطة بالبحار يعني عندنا أربع جهات تركيا في الشمال البحر الأسود في الجنوب البحر المتوسط في الغرب بحر مرمرة بكي نعم تركيا من أرطا وضوه بلغسي كش آيلارندة شوك صوك إذن تركيا من أرطا وضوه بلغسي المنطقة الوفا والشرقية في تركيا كش آيلارندة في فصل الشتاء أو في شهور الشتاء شوك صوك باردة جدا ياز آيلارندة شوك صوك ألور وتكون حارة جدا في الشهور الصيفية ديار بولغالرندة إلمان بير إكليم واردر ديار بولغالرندة في مناطقها الأخرى هناك إقليم معتدل إلمان معتدل الآن الدولة الأخيرة هي دولة مالي مالي شوك صوك تر مالي دولة إفريقية شوك صوك تر حارة جدا مالي ديامور آزيار المطر يهطلو قليلا في مالي هيتش بير زمان كارياماز لا يهطلو الثلج أبدا على الإطلاق هيتش بير زمان كوراك بير إكليم واردر لها إقليم جاف مالي دا بيرتشوك الآن إلى الصفحة 71 صفحة نص الاستماع أنهينا الاستماع قرأنا التمرين أيضا وترجمناه تستطيعون من خلال مربع الوصف من خلال ذاكرتكم من خلال النص الذي ترجمناه وأن نحله لكم الخيار بأي طريقة تحلوا تستطيعون أن تحلوا ولا يعني لا يوجد احتمال لأن تخطئوا النص أمامكم والفراغة فقط الآن يازمة في دولتكم كيف الإقليم يا ظلم لنكتب نكتب موضوع عن إقليم بلدنا نستطيع أن نستعين بويكيبتيا في اللغة التركية مثلا نكتب مصر دكي إقليم أو مصر إقليمي إقليم مصر أو نكتب مثلا ماذا حتى ننظر إلى دولة مصر بلغة تركية وقسم الإقليم نقرأه ونستطيع أن نستفيد منه في كتابة الموضوع أو أي دولة أخرى يعني الآن موضوع الكنشما سيزجا يرچكيمسيز دنيا نسل olur سيزجا يرچكيمسيز دنيا نسل olur برأيكم الدنيا إلا متكن فيها جاذبية فكيف ستكون القنم أتركه هكذا يجب أن نجلس ونتخيل هذا ونتحدث عنه هذا هو موضوع الكتابة وموضوع المحادثة هذا هو موضوع المحادثة موضوع الاستماع أيضا استمعنا إليه ترجمناه حلل تموه لا تنسوا استخراج الكلمات الغريبة وحفظها كتابة نص الاستماع واستخراج الكلمات الغريبة وحفظها كما ذكرنا وكتابة الموضوع والتحضير للمحادثة أتمنى لكم دوام التوفيق دامتي البسمة متراقصة على شفاهكم والفرحة مليئة عن قلوبكم ودمتم بكل خير ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واختراحاتكم وانتقاداتكم البناءة على العنوين الموجودة في مربع الوصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته